فيديو عايز اتكلم فيه عن كزا حاجة التركيز بمعنى ان احنا زي ما انتم شايفين كده من عنوان والصنب نيل سلسلة بحاول انها تكون سلسلة هتكلم فيها عن ان احنا ما نقلتش هزي ما وجدنا عليه يا بقى انا نكتب نص وطبعا هزي ليست دعوة للاختلاف لمجرد الاختلاف حشل الله طبعا لا غلط انا بتكلم طبعا عن المعقول ان لما يكون فيه فرصة نقدم نص افضل نعمل كده خصوصا لما ما يكونش فيه تعليمات عميل وقاعدة مصطلحات صارمة تكبرنا على اننا نستخدم حاجات تتعة زي الخاص بك ويقوم والتحرية وامثلة عديدة زي لنا ذكرتها في الفيديوهات المشابهة والفيديو ده فمش كل اوبديتس يا جماعة تبع تحديثات اوبديتس دي تحديثات في الصوفت وير الابليكيشنز الويندوز وما شابه لبنما قطاع الرعاية الصحية المنشأة الصحية بتكلم المريض او اهل المريض بتقولو يبقى هنا مستجدات سنرسل المستجدات اليك او اليكم ماشي او اليك من غير قصرة مشان ما تبقاش اليك لو العميل طالب ان التكست يكون جندر نيترال فهنا مستجدات نفس الفكرة في ايدت مش كل ايدت تبقى تحرير هي ايدت هتبقى تحرير في سياقات محددة اعتقد السياق الصحفي مش هندا نقول على ايدتور مراجعة في السياق الصحفي وانما هنقول عليه محرر انما في سياقات باقي السياقات اللي هي معظم السياقات معظم المحتوى اقول يعني تحرير وخلاص ايدت تحرير دق تحرير لا يا جماعة يا جماعة يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا نركز وننتج نص افضل مش كل ايدت تبقى تحرير واسأل طفل عنده عشر سنين كده قلو قلو مسلا ايه التليفون ده في تحرير قلو فهمت ايه وبقولو حاجة تانية التليفون ده في تعديل واسألو قلو فهمت ايه من انا قلت ده هذه تجربة انا اجريتها بنفسي ما فهموش حاجة من التحرير فهمو التعديل واضح جدا بنعدل يعني بنغير اطفال عندهم عشر سنين فهمو ماشي فدي فكرة التركيز وان احنا ننتج مص افضل من ده ما توجد فرصة ايه الفرصة ما فيش قدامنا عميل صارم في اه قارة المصالحات بتاعته ومراجع اه بيخنق عشان كده الفكرة التالتة بتاعنا لا تضايق واسعا لا تضايق واسعا لما يجي لك مترجم اه ابدع وابدع هنا مش يعني اقدم لك نص كل الحكاية انه شغل دماغه السنة فبدل ما يقول لك تحديثات قال لك مستجدال بدل ما يقول لك تحرير قال لك تعديل بدل ما يقول لك تحقق قال لك اطلع بدل ما يقول لك تغذية راجعة قال لك تعقيبات وهكذا لما يجي لك مترجم زي ده انت كمراجع لا تضايق واسعا وطالما هي صح مشيها فعلشان المراجعين اللي بيضيقوا الدنيا دول احنا بندع عليهم وبنقول يا رب بطنهم تطمغز تعقيبات هالكل اه يعني انا للعلم بالشيء يعني قد تظن ان انا بقول مسلا سيناريوهات خيالة لا ده حدث بالفعل انا كنت بقدمها حاجة من دول لان انا مش فاكر بالزبط بس هي مش هتخرج عن دول عن التلاتة دول فالمراجعة قال لك لا تغذية راجعة انا مراجع اليو ان وما حدش هيترجم يو ان هنا غيري وانا حارس بوابت اليو ان عشان انا يو ان وانت مش هتعرف تترجم يو ان زي فبناءا عليه فيه تغذية راجعة هو شايفين اللي بين الاقواس فوق اللي احنا لسه متكلمين عنها قاعدة مصالحات صلى الله طيب بما ان قاعدة المصالحات اللي انت قدمتها لي ما كانش فيها الكلام ده وانا ارتزمت بقاعدة المصالحات في جميع المصالحات الموجودة في قاعدة المصالحات والموجودة في الملف فوق ده هل يحق ليك يا مراجعة ان انت تقول لي انت غلطت لما ترجمت تغذية راجعة ما ظنش ابدا ان في اي كون من الاكوان الموازية ممكن تكون كلمة تغذية راجعة سليمة وتعقبات او ملحوظات وتعليقات غير سليمة يعني ما ظنش ابدا مش كل مكشور هتبقى تأكد نركز فكرة التركيز اول فكرة في التلات افكار اللي انا عايز اتكلم عنهم مش كل مكشور تبقى تأكد من هو لو بيقولك هل دي تأكد من ملء ركاكة و وعدم فصاحة دي مش لغة عربية فصحة فاحنا المفروض نستايكز ونركز ونقدم لغة عربية فصحة فهي هنا احرس على ملء جميع الخنان انما مثلا هي نفس الصياق نفس العالم نفس المجال لو الكلام موجه للموظف مراجعة الاستمرار وبيقوله make sure that all of the fields are filled هنا تأكد منه ماشي مش كل تشيك يور ايميل يا جماعة تشيك يور ايميل I have sent you an email بليز تشيك يور ايميل عايزوا ليه عايزوا ليه عايزوا لافتح الايميل بتاعك على الموبايل ولا على التوب وشوف الرسالة ان انا بعد تاني هو ده اللي عايزوا اقوله شوف رسالة هي مش تحقق يا جماعة تحقق تتقيلة غير منطقية غير فصيحة تحقق دي تساوي verify او validate فلما يقولك validate your email او verify your email هتبقى قدم بريدك الالكتروني للتحقق لو فيه character limit هنقول تحقق من بريدك وامرين لله ماشي thank you Mr. Windows go to Bill Gates فانها check your email تطلع فكرة المتلازمات اللفظية يعني ايه متلازمات اللفظية من اسمها كده تلازم لفظي يعني الفاظ تلازم بعضها بتيجي مع بعض كتير او بتيجي مع بعض دايما ماشي فمثلا ده ابرز مثال بقى قبل التلازم اللفظي نقول سريعا كده بروفايل اه فكرة التركيز برضو اه والتحسين انها مش اي بروفايل تبقى ملف تعريف انت لو جالك بروفايل وكوكيز في جملة واحد هترجمه ازاي ملف تعريف دي اصلا جفة كده ومالهاش معنا ماشي انت لما تقول صفحتك الشخصية صفحتها الشخصية صفحته الشخصية صفحة شخصية ده حتى فيها لمسة انسانية شخصية ابرز مثال على التلازم اللفظي يا جماعة ان الفاظ تلازم بعضها احنا لما بنتكلم عن العمر والسن نقول اكبر ولا نقول اكسر اكسر واقل مع الكمية مع العدد انما مع السن والعمر نقول اكبر واصغر وبرضو الشيء بالشيء يذكر انت كمراجعة لما تلاقي مترجم قدم وترجم نصا افضل زي اللي قدامك ده تقول لأ ده احنا عملناها في ستلاف ملف قبل كده اكسر فانا عشان انا متكبر هسيبها اكسر واقول للمترجم اللي ابدع وابتكر وفكر ان اكبر كفاية ساجع كده بقى ان اكبر غلط ماينفعش انا بفرح لما اي زميل اكبر مني او اصغر مني يقدم حاجة افضل اعتمدها طالما العميل مش مديقها لا تضيق واسعني او مراجع تمام لازم نحافظ على اللغة يا جماعة يعني نحافظ على اللغة فصيحة سالسة مارنة ونحافظ على المعاملات ما بين الترجمة والمراجع ما بين المراجعين والمترجمين برضو سالسة سهلة ترجمة نانسي قنقر